موسيقى اقرب ناس لامل مصر ان شاء الله كلهم الزبد الوحوش المرحلة مرحلة التعليم الاساسي اللي هو الصف الثالث الادادي طبعا احنا كنا درسنا في الحلقات السابقة خدنا المنادة ودرسنا بتوسع اوي الفترة اللي فاتت النهاردة بقى هنبدأ في النصوص عباد الرحمن نقول بقى الايات كده ومع بعض استاذ حاتم عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا والذين يبتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فالذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ناخدهم اية اية انا فيه اية مازلت اذكرها لصديق انا ادعي ان هو كان انسان مؤدب ومتدين فكنت دايما لما اجي خش معاه في موضوع مهاطرات سلاما سلاما اه والله فيقول لي اللفظ ده وانا في الاول ما كنتش باستوعبه يعني ايه انا خش مثلا لو بنتكلم مثلا في موضوع شكورة هو راجل اهلاوي جدا وانا زمالكوي جدا اجي اتكلم في حت بقى ان احنا الزمالك دي سلاما فاسمعها هو ايه هو ايه هو بيقول ليه كده هو عاوزني امشي ولا عاوزني فما كنتش مستوعبها قوي الى ان ادركت الايات وعرفت ان كلمة يشوف اذا خطبهم الجهل يعني فكان بيعتبر طبعا الله يسامحوا انا بسامحوا دلوقتي فكان جهل مني فكان بيعتبر ده ايه الجهل اذا خطبهم الجهل وقالوا ايه ناخدها الشرح كده ربنا سبحانه وتعالى عملية اجمال مواصفات من يستحق لفظ عبد لله يعني عباد الرحمن اهو ادي عباد الرحمن ليها الشروط عشان تلتحق بجامعة عباد الرحمن ان انت تكون عبد حق للرحمن لله سبحانه وتعالى لازم رقم واحد الذين لا يمشون على الارض هون وعباد الرحمن الذين يمشون اولا هنا فيها تكريم للعباد لانك انت طالب في مدرسة عباد الرحمن طالب في مدرسة عباد الرحمن ايه شروط اللي التحق بيها؟ واحد عدم التكبر الذين يمشون على الارض هون 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 يعني هي هون يعني في سكينة ووقار بدون تكبر وبتواضع شوف الفرق احنا شغالين كله مع بعض اه اصلاح فيه شعلا تواصل الحاجة بس الخيالاء والتكبر واللي هي بقى مرحم وهنا هون فاكر أستاذ سعيد اما كنا في تاني عددي لما قلت حضرتك ان لقمان قال لابنه اول حاجة ايه لا تصاع اول نهي نهي لا تصاع الخدك للناس هنا اول شرط من شروط الالتحاق بمدرسة عباد الرحمن ان تكون عبدا لله سبحانه وتعالى عبدا تستحق هذا اللقب ما تكونش عبدا لله وتفعل الموبقات لا اول حاجة عدم التكبر الذين يمشون على الارض هون وخلي بالك في نقطة لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه على الارض يذكر كل انسان ان اصله فين ارب طلاب في هذه الارض تمام واذا خاطبهم بقى اه واذا ادات شرط تفيد اليقين وتدل على بنقول عليه حسن خلق عباد الرحمن اذا ادات شرط تفيد اليقين لاستخدم ايه هنا لانه يدل على حسن خلق عباد الرحمن اذا خاطبهم الجاهلون يعني حادثهم او تحدث اليهم الجاهلون وسخروا منهم قالوا ايه سلاما يعني ردوا الايه الاساءة بالحسن هنا بقى يعني حتى لما تفهم تفهم ان عباد الرحمن حتت بقى سلاما يعني انا شو بقى بقول سلام لمن يسخر مني ولمن يهزأ بي بقول له برضو انت اللي جاهلك زي ما كان بيعمل سيدنا نوح هو بيبني السفينة كان برضو ما كان بيقول لهم ايه انت سخروا مننا فاننا سخروا منكم بس فخلصت هيا في الاول والاخر ايه بقى سلاما دي بتدل على حسن خلق عباد الرحمن اللي هو المؤمن يبقى الشرط التاني في امتحان الهيئة لعباد الرحمن امام الله سبحانه وتعالى عدم التكبر اتنين حسن الخلق تمام ورد الاساءة بالحسنة رد الاساءة بالحسنة ده فيه افادة كمان افادة بانك انت كانسان مؤمن تدعو لدينك وتدعو لخلقك فكلما حسن خلق الانسان كلما ازدادت الرغبة اليه هو لنا في رسول الله اسفة حسن طيب والذين يبيتون اه الذين يبيتون يبيتون هنا طبعا افعال المضارعة يمشون ويبيتون وكلام ده كله افعال مضارعة تفيد التجدد والاستمرار يبيتون هنا يعني يقضون وقت الليل البيات اللي هو النوم اه سجدا وقياما لهم الحرصين على قيام الليل على اصعب عبادة من عبادات المؤمن هي قيام الليل واقولها بقى وانصحك وانصح اولادنا في جميع المراحل وانصح نفسي والله جربتها والله جربتها لما يكون لي حاجة كمان عند ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كنت عاملها من اجل هذه الحاجة الاحتياج لربنا والتزلل لربنا ده شرط ده اساس رقعتان في جو في الليل كده وبكي ما بين ايدين ربنا استاذ سعيد انا هدي نموذج صغر قوي افضل شهر بنقدر نختم في القرآن مرة واثنين وثلاثة واربعة افضل شهر بنتمتع فيه بصفاء النفس افضل شهر بنتمتع فيه بالتسامح والعفو والتصالح مع النفس شهر رمضان ان الشهر ده بنقيم فيه تلاتين يوم بحقيقة تلاتين يوم بنقيم الليل وبنجي في الاخر عشر تيام بنعمل التهجد اللي هو صلاة كمان في جوف الليل زي ما حالك بتقول قبل الفجر وبعكاب نمجي عن الصحر قيام الليل ده يعني اثبته علميا اثبته علميا في المانيا ان قيام الليل يؤدي الى اطالة العمر طيب بس اثبته بطريقة تانية ان الانسان عندما يقوم في وسط الليل ويمارس بعد الرياضات مثل القيام والقعود والجلوس يؤدي الى ايه يمنع الجلطات يعني علميا وطبيا يمنع الجلطات سجدا وقياما بينهما تضاد طيب ليه بدأ بسجدا بعد قياما بالرغم ان الصلاة بتبدأ بالقيام يعني انا ببدأ ببقواعب في الصلاة بعد كده بسجد لا بدأ بالسجود لان اقرب ما يكون لان اقرب ما يكون العبد من ربيه هو وسجد الخشوة السجود فيه خشوة اكثر والذين يقولون ربنا اصرف عنا اه تا يبقى انا عندي كم حاجة واحد عدم التكبر اتنين حسن الخلق تلاتة قيام الليل تلاتة يدعونا ربهم اناء الليل واناء النهار والذين يقولون ربنا اسلوب نداء غرض التعظيم اصرف عنا اصرف عنا اسلوب امر غرض الدعاء عذاب جهنم اه عذاب جهنم اللي هو عذاب ايه عذاب النار عذاب الله ربنا يقينا ويقيكم عذاب النار بس شفت بقى تأكيد ربنا سبحانه وتعالى ان اسلوب مؤكد بان اه عذابها كان ايه بقى خلي بالك من النقط الوقت الايات ببعضها ليه بيقولوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يبقى فيه تعليل هنا هم ليه لان عذابها كان غراما ان عذابها كان ايه غراما يعني ايه غراما يعني لازما منضحها فارقة لازما يعني عذاب النار ده عذاب شديد اوقع تفتكر ان عذاب النار ده ان جهنم بحد ده يموت فيها بحدش يموت فيها ده انت هتستمت يعني عوزو ربنا يقينا ويقيكم جميعا الانسان العاصي كل لحظة من لحظاته وجوده في النار هيستمتع بالنار عذاب عذاب يعني هيحس بكل العذاب عشان كده كلمة النار لا نهون منها ولا طبعا هي في حاجة اسمها كلمة العذاب اللفظ نفسه في اللفظ نفسه خوف ولو خوفنا لو خوفنا هنتقي ربنا وهنرجع عن كل شيء يعني انا برضو دايما اقولها حتى لما جنصح بنصح نفسي الاول وقول يا رب ابعدنا بقى عن النار ويا رب انها بقى ساءت مستقرا ساءت مستقرا ومقاما النار ما هيش حلوة ابدا ابدا سواء هايبقى قاعد فيها او هيروح يتعذب له شوية ويمشي حتى العقوبة اللي هتؤذب فيها طبعا والعاذ بالله اذا كانت من اجل العقوبة عن افعال او انه مخلط في النار انه من المشركين المقام المستقر والمقام فيها انه هايخلط فيها او على اله هيبقى مراري يعني او يمر فيها والذين اذا انفقوا لم يشترفوا اه هنا الاعتدال في الانفاق لو نحصل الصعيب بقى ان الاية دي فيها مدرسة كلية تجارة ان الله سبحانه وتعالى في هذه الاية يعلمنا مبدأ اقتصاد رهيب ان الانسان يعتدل في الانفاق لا يسرف ويبذر فيفقد كل ماله ولا يقتر فيجوع الناس الحواليه وكان بين ذلك قواما اه يعني ما في ناس برضو يقولك الحرص الحرص اذا وصل البخل ده ده مرفوض لكن الحرص انك تكون انسان فعلا لا تسرف لان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين يعني انت عشان ما توصلش لدرجة انك تبقى شيطان او تبقى اخوان للشيطان او ربنا سبحانه وتعالى يحزبك على مالك فيما انفقته لانك انفقته ازاي بقى الانفاق كان فيه اسراف او كان فيه سفة السفة والاسراف امنع لكن تبقى انسان معتدل زي ما انت بتقول يا سحاتم احنا لسا بيقول ايه بقى قاعدة في كل شيء اعتدال في كل شيء اعتدال في ماشي اعتدال في نفقة اعتدال الا حاجة واحدة بس زود فيها ما تعتدلش اه هي هنا بقى اللي ما تعتدلش زود كيفا ما شئت وكل ما تزود هتاخد اكتر مش العكس والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم ايه يقتروا بينهما تضاده وكان بين ذلك ايه قوامة ذلك هنا اسم اشارة يعود على الاصراف والتقطير التبذير والبخر لو انا عايز اكتبها بالمعنى ان الانسان يكون معتدل لا يصرف كل اللي معاه ولا يمسك اوي على كل اللي معاه المفروض انسان يكون معتدل ويشيل فلوس للايه تنفعه في المستقبل ولذين لا يدعون مع الله الاها اه هنا بقا العقيدة والذين لا يدعون مع الله الاها اخر هنا يدعون يعني يعبدون مع الله يعني ل obstacles كلمة الدعوة تجي بمعنى العبادة الدعاء بمعنى العبادة ويكون حارسين لان في بعض احايا يقولك اعمال شرك انك ممكن تعمل عمل تكون بتشرك فيه يقول لاو انت متعرفش طبعا يعني دايما لما تيجي تدعو تدعو بالله سبحانه وتعالى بس في الاول والاخر لو حوابت عن ده هو شرك يبقى انت دخلت في دي في الاية دي انك بتدعو مع الله الها اخر ما هو ايه والذين يدعونا مع الله الها يعني لا يعبدونا مع الله الها اخر كلمة الها هنا جت نكرة جت نكرة خلي بالك السعيد الها هنا مش مصدع بيها ربنا سبحانه وتعالى هنا ما يعبد من دون الله تمام الها هنا نكرة للعمو الشمول اي اله ايوة اي اله مهما كان طب ايه هو ايه هي الاشراج بالله انك انت تسمع كلام حد ضد طاعة الله سبحانه وتعالى يقولك ما تصليش ما تصليش اللفظ الوحيد الذي لا ينكر الله سبحانه وتعالى او لفظ الله هي هي كلمة المعرفة لانك انت بتقول بتشيره على مين هو اله واحد لا اله واحد تمام كده ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق على الفكرة انا عاوز كلمة الا بالحق دي انا عندي الاول هنا فيه لا و الا طب ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق لا و الا هنا ده اسلوب ايه طبعا انت بقى لا ينطبق علي القتل انت مش حاكم شرعي هتقتل او انت مش هتشرع انك تقتل كلها حرمت عليه الا ايه بقى بالحق ايه الحق الحق عندي رقم واحد اللي هو عدوك في المعركة اه في قتال في قتال ما بين امه و امه يبقى تقاتل عدوك مش تقول لي فخناقة لا تقاتل عدوك اللي هي حفاظا على ارض الله ينور عليك حفاظا على مال حفاظا اللي هو ايه من مات دون عرضه مثلا أو من مات دون ماله الحاجة اللي انت بتحافظ عليها ومن قتل منا دخل الجنة ده القتال في المعركة رقم اثنين القصاص الذي لا تطبقه إلا الدولة القصاص قتل النفس بحكم قانوني بحكم قضائي لا تطبقه إلا الدولة يعني زي ما نقول واحد مثلا قتل أسرته أو قتل واحد في الشارع مش من حقك أنت أستسعيد اللي تروح تقتله كمواطن اللي هو لتطبيق الحدود يعني اللي هو لتطبيق الحدود والمختص نحن نقولها تاني المختص بتطبيق الحدود هي الدولة وليس المواطن لأن الناس يبقى تأخذها زريعة والإرهاب ده جنين لأن الناس عايزة تطبق الحدود من نفسها هي مش بتطبق الحدود عن طريق قانون طبعا يبقى فيه زي ما قولوا جهة مختصة بتطبيق هذا الحد طبعا عاوزين نقول برضو المحرمات اللي موجودة الموبيقات طبعا ولا أزدون لو لاحظنا سالسعيد إن التلاتة دول أكبر كبار ولا يدعونا مع الله إلها آخر الشرك بالله الشرك بالله تمام اتنين قتل النفس تلاتة الزنة الزنة لأن إذا توفر في مجتمع ولعزب الله هذه الصفات التلاتة فسد كان هذا المجتمع مجتمعا فسد انتشار فحشة أو انتشار فعل الحاجات دي طبعا بتفسد المجتمعات وتوقع مجتمعات وكم من مجتمعات كم جد انتهت وأبيدت طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى لأنهم ارتكبوا هذه المبقرة ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أسلوب شرطي يفيد التحذير من يفعل اللي هي دي اللي هي ما حذرك اللي هي ما تعملش ده يلقى أثاما عندي جميل أهو يا أستاذ سعيد الفلق ما بين أثاما وآثاما اسم اسم اهو اثاما لحظة سعيد اهو اور عندي اثام اثام اسم 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 اهو ليه بمأن عقابا ولا مفرد لها ليها مفرد ولا له جمع اهو لاشي جمع لكن اثام كلمة جمع جمع كلمة إثم اللي هو الذنب فخلي بالك لأن سعاد بيجي لك في الامتحان في الاختيار يقول لك إيه معنى أثاما عقابا ولا ذنوبا ولا منكرا أنت هتحول على ذنوب أثام جمع كلمة إثم اللي هو الذنب ومن يفعل ذلك يلقى إيه أثاما إسودت الدنيا في وش الناس دي الناس اللي قاعدة عملها بتقتل والناس اللي كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كانوا بيقتله وكانوا بيعبودوا الأصماء وكانوا بيزنوا وكانوا بيعملوا كل المبيقات كل المحاربة أشهر الخمر الكبار يعني الحياة بالنسبة لهم سودت لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يرهب إلا ويجد الحل هو أنت أفلتها أو أفلتها في الدعاء الناس اللي هي زي ما بيقولوا كده الحياة حلوة وسهلة وبسيطة زي بعض الناس اللي كانت طلعت في فترة من الفترات بهائيين ومش عايف إيه بلك يخفضوا من الصلوات ويخفضوا من أيام الصيام ويخفضوا على فكرة التخفيض وغيره وغيره مش بيسهل عليك على العكس ده بيصعبها أكتر لأنك بتعصى الله سبحانه وتعالى طب ربنا سبحانه وتعالى أفلهم حنفيات المبيقات ومن يفعل ذلك يلقى أثامة زي ما حاجة بتقول إيه أفلوا إيه أفلوا المفتاح طب الناس اللي عايزة تخرج الناس اللي عايزة تخبط وتخرج عايزة يسيبوا أبادة الأصنام عايزين يبطلوا أقتل الناس عايزين يبطلوا زينا يعملوا إيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا إيه صالحا طيب شوف الترتيب المنطقي للأفعال أسف سعيد تاب الأول آه يعني الأول أقلع عن الزم خلاص أقلع عن الزم تمام وآمن أقلع من الزم بالوجه الله سبحانه وتعالى ده دخل في شريحة تانية خلط في شريحة الإيمان آه إنك إنت ما هو فيه ناس بطلت عبادة أصنام وفيه ناس بطلت تقتل وبطلت تزني ومع ذلك يعصوم الله سبحانه وتعالى تمام يبقى أنا لازم إيه ومع ذلك برضك عملوها مش لواجه الله سبحانه وتعالى يعني بطل يعبد أصنام وبطل يسرق وبطل يقتل وبطل يزني بس مش لواجه الله سبحانه وتعالى فهو بطل عشان خاطر هيتحكم عليه فألك أعب بقى شوية آه لأ ما في ناس أه سبحانه الله التوبة هي الإقلاع عن الزم إن أنا أبطل اللي أنا أبعمله ده تمام وآمن انهاء ان يكون هذا الفعل او هذه التوبة خالصة لوجه الله طب من عندي شوية زنوب لازم انضفها لازم انضفها بالايه بالعمل الصالح فالأملك يبدل بقى وهنا الجزاء شوف ربنا سبحانه وتعالى كان بيكلم عنهم ازاي ودلوقتي بيقولك فأولئك اللي هم تابوا وآمنوا وعملوا العمل الصالح أولئك اسمي اشارة للتعظيم بعدما تابوا وشوف بعدما عملوا قتلوا واشركوا وكانوا يرتكبون الرزائل ويعملوا كل حاجة حرام لما تابوا ربنا عظمهم أولئك يبدل الله سيئاتهم ايه شوف رحمة الله سبحانه وتعالى حسنات تبديل السيئات حسنات خد بالك ان انت كم سيئات انت عملته خد بالك ان انت خدت مقابله حسنات بالعمل الايه بالعمل الصالح يعني عارف اللي هو خدت السواد مضاعف بالسيئات اللي انت عملتها بس انت عشان عملت صالح فحبت تمسح فربنا وانت بتمسح بيجازيك يقولك ايه هذه هي الحسنات وكان الله غفور رحيمة ودي برضو الصفة هنا عشان نقول الصفة في الاخر ختمت الايات بكلمة غفور ورحيم لماذا هذه بقى لان ربنا سبحانه وتعالى الغفراء من الله سبحانه وتعالى طمئن الله سبحانه وتعالى عباده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ربنا سبحانه وتعالى باب رحمة الله سبحانه وتعالى مفتوح في كل وقت اللي بيعمل غلط مش شرط انكم بيعمل المبيقات مش شرط انكم بيعمل الكبائر مش شرط انكم بيعمل المحرمات انت بتعمل محرمات فيه ناس مننا بتعمل محرمات فيه ناس ما بتصليش فيه ناس بتشتم فيه ناس بتقول الفاظ بزيئة الفاظ دي انت بتاخد عليها زنب توب منها بطلها وخلي التوبة الوجه الله سبحانه وتعالى مش عشان خاطر ما تروحش الاخصاء الاجتماعي يعملك مشكلة في المدرسة خلي التوبة الوجه الله سبحانه وتعالى مش عشان والدك ما يسمعكش لا اخلي التوبة برضك والاقلاع على هذا الزنب الوجه الله سبحانه وتعالى وبعد كده ابدأ اعمل اعمال صلاحة اقرأ قرآن كتير اعمل روح كل المعابل الدينية روحها كفر عن زنوبك الحمد لله رب العالمين انا بس ملحوظة لما قيلة وما قالة وما ابدعة في هذه الحلقة اقول انها فعلا عمنا زي برنامج حديث الروح اه انا كنت حسنا زي خدث الجمع اه والله يعني كان برنامج زمان بيجي كده قبل النشرة التسعة يقولك حديث الروح فحنا عملنا برنامج حديث الروح فكان فعلا ويمكن كلام ربنا سبحانه وتعالى لما تقوله انت يعني احنا مجهزين النص بس الكلام نفسه ما بين النص ما بيجيش مجهز لكن هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بينام عليك به لانك بتتكلم بصدق وبيخلاص نية عشان توصل المعلومة للاولاد فاعتقد انها وصلت بس انا عاوز يعني اقول بسرعة كده بسحاتي مش عاوز ارجع لحكة معاني المفردات لاننا شرحنا معاني المفردات انا عاوز اقول مواطن الجمال بس سرعة لانه هي دي اللي دايما اولادنا عشان احنا ركزنا فيها اوي مواطن الجمال عباد الرحمن الاضافة لتكريم العباد يقب كلمة عباد الرحمن تكريم وتعظيم لعباد اللي هم المؤمنين اللي هم العباد الرحمن اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة اسلوب شرط يدل على صبرهم على جهل الجاهلين واستخدام اذا انا عايز اولادنا دايما يكونوا شغالين معانا بالورق والقلب اذا تفيد اليقين يمشون على الارض هونان تعبير يدل على تواضعهم الدائم يقب يمشون على الارض هونان طب انا عاوز لو انا هسألك سؤال يا سحاتي كلمة هون الهون جاي من اين السكينة والوقا لانها جاي انا لما كون مستضعف احساسي جوايا كده ان انا مستضعف بس مستضعف لمين لله سبحانه وتعالى فبمشي بده اللي هو الخضوع في المشي حتى او الخشوع في المشي ان انت تقبأ انسان مش واخد في نفسك ان انت الدنيا ملكت يعني اني زي ما نقوله كده اي ارض تهدم عليك اي 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 هنا للتوكيد نفسه اللي موجود. اه تمام كده. طبعا. ربنا. ربنا اسلوب نداء غرضه. التعظيم والدعاء. اه مواصل انت. طب لما اقول انت انت حزفت الاداة ليه? اه ليدل على ان الله قريب. اه كدك الحب مواصل انت. الله قريب اه يا ربنا موجود في كل مكان. ايوة كده. اه اه ربنا اذا دعيته استجاب بدون بقى لا اداه ولا اي حاجة. اصرف. اصرف عنا اسلوب امر للدعاء والتوسل. يمشون ويبيتون ويقولون افعال مضارعة تفيد التجدد والاستمرار. برضو لولادنا. تاني اه اكلاشيات محفوظة. افعال مضارعة تجديد واستمرار. امر هناه تحزير. ارشاد. كل ده موجود. انت تقبل حافظه. مش حافظه. من ضمن الحاجات اللي انت تقبل عندك جواك من السوابت اللي انت هتشتغل عليها في اللي موجود عندي. طيب. شوف دي بقى كده. لم يسرفوا. ولم يقتروا بينهما تضاد. ويوضح المعنى ويقويه. وهنا بقى ابوستس سعيد اسلوب شرط يدل على الاعتدال والتوسط في الانفع. يعني اصراف شد البزخ وشد التبذير. التقطير بخل وشح. اللي هو الشحيح. اللي اتنين بينهم بقى البسطة اللي بينهم الوسط المعتادل. اللي هو لا هنا ولا هنا. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا به. اذا انفقوا لم يسرفوا ولا مقتروا. انا بس عاوز اقول لولادنا ان دي كلها حاجات مستنتجة منك من الايات الكرآنية كماطن جماد. مش مش ثوابت محفوظة. وفيه حاجات موجودة للسعيد. يعني لا يدعونا الله اله الاخر فيه تقديم الظرف مع الله. هنا اسلوب قصر برضك. ما احنا قلنا قبل كده ايه? قلنا ايه هو اسلوب القصر? او اسلوب التوكيد ايه ادينا ادواته. قلنا نفي زا الاستثناء. وقلنا تقديم الظرف او او شبه الجملة عامة. الجره المجرور او الظرف واللي بعده. ازا يجاء في وسط الجملة او في في بداية جملة. او قبل نهاية جملة يديني اسلوب توكيد بتقديم الجره المجرور او الظرف. تمام. ام. لا يدعونا مع الله الها اخر. اه طبعا هنا تعبير يدل على الايه? يدعونا طبعا لا يدعونا فعلا يفيد التجدد والايه? والاستمرار. الفعال مضارح. مع الله الها اخر قلنا تقديم الظرف اسلوب توكيد. ده رقم واحد. الها. ها? قلنا نكرة تفيد العمومة الشموح. وانا بزود لها التحقير. تحقير كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. طب ممكن تكتب لي بس. ام. لا يدعونا مع الله الها اخر. عشان اسألك فيها سؤال. نحو الله. اه. طب ما تيجي انت. اه. لا يدعونا اهو. مع الله الها اخر. مع الله الها اخر. ابن من ابنائنا كده انا سامعوا في البيت قاعد قال لي افعال خمسة وو نون ودنيا شغالة. قدامي الوا ونون موجودة. زي ما هي في الفعل المضارع. وانا شايف لا. ولا دية انت قلتلي. نفية. اه. في فرق. اه. اه. ما في فرق ما بين النفية والنهية. ايوة. ما احنا قلنا ايه? ان النفية عكسها مضارع. يعني عكس لا يدعون ايه? يدعو. يدعو. طب لما قولك ايه? لا تدعو. يبقى الفرق هنا بقى. النهي والنفي. اه. اللي هنا نفي. النهي مضد امر. تمام. النهي مضد امر. ما تفصل ليش انا فصل الولاد على الورقة. اه. ماشي. اه. اه. انا مش عايزة اه. لا اقول مسلا ايه? على نفس. على نفس. على نفس الدول. لا تذهبوا الى النار. اه. حرصوا على نفسكم اه. تمام. هنا نقول لا يدعونا مع الله. عكس لا يدعون ايه? يدعون. الدنيا مضارع. يبقى دنافي. جملة مقرأ لو انت شلت. لو شلت الله. اه. تفضل جملتي زي ما هي. يدعونا مع الله. بس. هتدي العكس. جميل. ماشي. طب لا تذهبوا عكسها اذهبوا. تدي امر. اه. الله ينور عليك. اه. يبقى لما يديني العكس امر يبقى دناه. تا حلو اول. لو يداني مضارع يبقى ايه? اكتبالي معادلة يا رب خليك اصحاب. ايه? اكتبالي معادلة. اعمل ايه طيب. لولادنا في ورقة فاضية كده ايوة. اه. حلو مضاد. ماشي. النفي يساوي فعل مضارع. يبقى لما شلل النفي خالص يديني فعل مضارع صريح. اه. زمون ايه? لا تعملون. عكسها. يبقى تعملون بتاعها. اه. اداني مضارع هو. اه. ومضاد. الناهي. هيساوي امر. لا تقصر. اهي? مضادها ايه? قصر. يبقى اداني امر. يبقى دي دي نهية. عشان المضاد بتاعها جالي امر. دي نهية. اللي ما بتقصرش خالص في الفعل. عشان كده اداتني مضارع. والله ما جسرت يا سبحان. يعني انا بقولها لك. اه. يعني جبت وجسر في الاخر. وانا بقول لك والله ما جسرت. وحصتنا مع عدم التقصير ديت انتهت. بقول لك سبحان حاتم. الوجبة الكمبو كلها انتهت الان. نتمنى ان الطعم يكون عجبكم. ان شاء الله. ونبقى معكم ان شاء الله بازن الله في حلقة جديدة. بازن الله بواجبات جديدة. هنجيب. هنجيب على فكرة. بس سعيد سنماني شيف. اه استنيوني ان شاء الله الحلقة ان شاء الله اولادنا كده اقول بقى كده. جاهز الورق عشان مقدير. نقولها تاني لولادنا بوجبة الكمبو في نهايتها. مع عاطية بالاماني. ومن قلوبنا دعوات. اشوفكم في بكرة تاني اجمل من اللي فات. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.